أما بالنسبة لمفهوم الدجال من ناحية اللغوية فتعالوا لنرى ماذا يقول لسان العرب يقول الداجل هو المموه الكذاب وبه سمي الدجال الدجال يخرج في آخر هذه الأمة سمي بذلك لأنه يدجل الحق بالباطل وقيل بل لأنه يغطي الأرض بكثرة جموعه وقال ابن خلوي ليس أحد فسر الدجال أحسن من تفسير أبي عمر ماذا قال؟ قال الدجال المموه أي يكثر منه الكذب والتلبيس وقيل سمي بذلك لأنه يستر الحق بكذبه إذن المعنى واضح الدجل التلبيس التمويه التلبيس على الناس والكذب وتغطية الحق هذا هو المعنى اللغوي للدجل ولكن ماذا يتابع لسان العرب ويقول والدجال والدجالة أي الرفقة العظيمة إذن نرى بأن المعنى اللغوي أيضا لا يقتصر معنى الدجال على شخص واحد بل يقول بأنها الرفقة العظيمة تغطي الأرض بكثرة أهلها إذن هذا أيضا إشارة كبيرة بأننا يجب أن لا نفهم مسألة الدجال بأنه شخص واحد حسب الأوصاف الحرفية التي جاءت في الحديث الشريف فهو يقول وقيلة هي الرفقة تحمل المتاع للتجارة قال أبو العباس سمي الدجال دجالا لضربه في الأرض وقطعه أكثر نواحيها وقال مرة أخرى سمي دجالا لتمويهه وتلبيسه وتزيينه الباطل ماذا جاء في المنجد؟ الدجال أيضا الكذاب ومنه المسيح الدجال الكذاب الذي سيظهر في آخر الزمان والدجال الرفقة العظيمة تغطي الأرض فباختصار مفيد نرى بأن الدجال هذه صيغة مبالغة من الكذب والتمويه والتلبيس والتدليس على الناس وليس هذا فحسب هذه الأوصاف التي سوف يتصم بها الدجال ولكنه ليس بالضرورة أن يكون شخصا واحدا وإنما تكون جماعة كبيرة من الناس التي تغطي الأرض وتسيح في هذه الأرض وتنتشر في هذه الأرض وتسيطر على هذه الأرض فهذه المعاني اللغوية تسعفنا في فهم الأحاديث الشريفة التي تحدث بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن الدجال وعن أوصافه لكي نتعرف على هذا الدجال مثل ما سوف نبينه من خلال الأحاديث في هذه الحلقة شكرا